الحقيقة اللي كان بطل الليلة دي كلها واللي كان مستهدف أساسي لأن احنا بنتكلم على استاد واستادي يعني مدرج ومدرج يعني جمهور جمهور الآلي كان بطل الليلة بطل ليلة الحلم الكبير ويمكن من المفارقة أنه يكون الحضور الكبير لجماهير النادي الأهلي في المباراة النهائية آخر مباراة للأهلي في استاد القاهرة في دور الأبطال العظمة الكبيرة بتاعت هذا الجمهور اللي انتوا شايفينه بالاحتشاد بالحماس بالانضباط بالالتزام بالروح بالحب للأهلي خلت الناس تشعر فعلا بقيمة المدرج وأهمية الجمهور ودور الجمهور الدعم للأهلي لمثل هؤلاء كان هذا الحلم وتلاحظوا أنه جمهور الآلي تقريبا كان المين تارجت أو الهدف الرئيسي في كل كلمة من كلمات الحضور في الحفل الكبير حفل الليلة الكبيرة للأهلي لو يعني حنستعرض بعض الكلمات اللي حصلت حنلاحظ أنه التركيز في كل واحدة البطر هو الجمهور خدتوا بالكم اللي قاله كابت محمود الخطيب نفكركم الحقيقة أنا في النهاية عايز أقول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى أكرم النادي الأهلي بجمهوره جمهور الأهلي هو فعلا أحسن جمهور في الكون الجمهور ده ليه حق علينا وليه حق علينا شخصيا إن أنا قلت بقى التوفير الله سبحانه وتعالى ودعم الجمهور أنا زي ما قلت ربنا أكرمني بحاجات كتير من يوم ما دخلت النادي يمكن ما استحقش كل ده كل الكرم ده ولكن الحمد لله رب العالمين هنا أنا مفضلس بالنسبالي غير حاجة واحدة حاجة واحدة بس نفسي تتحقق ونفسي أحققها مع زميلي إن أشوف النادي الأهلي بلعب في استادو ده أمر مهم جدا بالنسبالي وأمل كبير جدا بالنسبالنا ساعتها بس هحس إن إحنا كلنا وأنا بقول معايا بقى زميلي أعضاء مجل الصدارة وأي واحد ارتبط اسم باسم النادي الأهلي أي واحد ارتبط اسمه بقى عنده اسم شهرة لأن ده النادي الأهلي وده جمهور الأهلي فكل زميلي وأنا أقوله إحنا عندنا دعم كبير وإحنا يعني عندنا كمان مهمة كبيرة جدا إن إحنا لازم ننقذ عشان جمارنا لكن كل اسم مر جنب النادي الأهلي هو استفاد من النادي الأهلي علشان كده النادي الأهلي من حقه علينا إحنا كلنا نشتغل حتى لو اشتغلنا بأزمنا وبوقات ودينا فكر ودينا رؤية يعني بيقول مثلا أيمن وبيقول محمد كامل إن إحنا فعلا لتقينا وأنا بتعالج وأنا على فكرة طالع تاني من اللي جايين دولت المهم إحنا كلنا هنحس وأنا ساعتها بصراحة حس لو اتحقق حلمنا وشفنا أو شفت حتى لو كنت قعيد يعني شفت بس مجرد مباراة في النادي الأهلي في الاستاذ الأهلي ده بالنسبة لي أحس ساعتها إن أنا ردت جميل للنادي وردت جميل الجماهير وكمان سكرت الله سبحانه وتعالى على كل أمر في توفيق ربنا أكرمنا به الحمد لله رب العالمين شوف مؤكد من أجلكم أحلامكم أوامر وإحنا جزء منكم الكابتر الخطيب قال هذا الكلام والنادي الأهلي صح فضل علينا جميعا وأمنا الله علينا بهذه الجمهير الجماهير العريضة الغفيرة المحبة الوفية اللي فهمة يعني إيه دعم وإمتى وإزاي الكلمة طبعا الكابتن أنا عايز أقول الحاجة لأنه يعني أنا عارف خلال الفطرة اللي فاتت الكابتن بقاله أكتر من سبعة تامن شهور كان لازم يطلع علشان يعمل ربما تصل الأمر إلى جراحة جراحة مرة في الظهر ومرة المهم يعني وهو يعني طبعا الموقف بتاع يعني الخسارة الفدحة في فقدار الراحة العظيمة العمري فاروق كانت بتزود العبق طبعا بتزود العبق وتأجل كل شيء طبعا خاصة زي ما انت شايب كده كنا دخلين على إيه الكابتن أسبوع جاية واللي بعديه بكتير يعني بقوامر داكاترا ما تقدرش تأجل أكتر من كده هيروح وهو هو خايف يعمل جراحة متخوف يعني وبقاله سنتين كل ما يروح يقوله بعد ما قول آه يرجع وانت ما نقدر نأجل بس التأجيل مش كويس يأجل ولذلك الكلمة المؤثرة اللي قالها انت متخل انت بتشتغل وانت بينك ونفسك شايف انك ممكن توصل لإيه ربنا يعني لمن عليه بالشفة العجلة ويدي له الصحة لتخليه يقدر يكمل هذا العطاء ويحضر هذا الحلم الجميل ونمده في عمرنا عشان نشوفه ان شاء الله ونحس ان المشوار لذيذي يعني شوفوا بتدينا من كم سنة ووصلنا لإيه واستحق لكن في كل الأحوال اللي بيطمئنك ان لوراها هذا الجمهور الواعي وهذه القيادات المتفانية اللي بتنكر نفسها واللي فهم عنه عمل جماعي وعمل مؤسسي هو فعلا كده ما تخافش علقاه فكرة الجماهير يا أستاذ أبراهيم ليه الجماهير 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 لأن وليه بنقول من أجلكم أنت فاكر من زمان ما كان يقولك مش عارف إيه لا هو من أجلكم لكن مش بكم الإدارة وإلا الجمهور اللي هو مين مين اللي هياخد القرار يعني في الآخر لازم في حد نخبة بتفضل تديق لحد مئة في حد مسؤول ياخد القرار لكن كله من أجل الجماهير طبعا بالتأكيد طبعا ما تقدرش تعمل حاجة إلا من أجل الجمهور وانت بتبني فرقة قوية من أجل الجمهور وتاخد البطولات من أجل الجماهير وإنما المسئولية الحقيقية والبطولة الحقيقية والنجاح الحقيقي إن جماهيرك تظل فيه نمو لأن النمو ده هو رأس مالك لأن انت بتاخد أعلى عوايد عشان جمهورك بينمو وعشان كبير انت بتاخد قيمك التسوقية أعلى حاجة عشان جمهورك كبير فانت رأس مالك الجمهور فلوس طيب